ده أنت الأمر طب بص الزمالك الثاني اللي فاتت في الدوري الأهلي جاب جون مع انطلاق السافرة اطلقوا وقالوا لي دي بعض الصفارة يعني جزء من الثانية أو ثانية ما حسبوش الجون اللي كان يدي الأهلي البطولة الغاء هذا الهدف أحلنا إلى مباراة فاصيلة حصل إيه في المباراة الفاصيلة فاكرها أنت بقي أربع ثواني وفاول لنادي الزمالك اتلعبت الكرة جيري اللاعب نط شط البلوك جابها رجعها الحكم تتلعب تاني وامتدى الوقت حتى أحرزها يحيى درع هدف الفوز بشدة من الأحمر بيفاول مصطفى الأحمر شط المصري وشط من فوقيه لكن امتدى الوقت ليه ما بعد الوقت الأصلي عشان الكرة دي تتشاط خلينا بقى في ماتش بتاع أول أمس أنا حقيت لك ماتشنا هو كلها بنتكلف في الثواني الأخيرة الثانية الأخيرة تعديدة مرة الغيلة جون في الثانية الأخيرة مرة يميد دلوقت عشان الفول يتشاط الأهل واحده تلاتين تلاتين يضطرد منه اتنين لعيبة باقي خمساشر ساني يتناقل الزمالك الكرة يجيب جون باقي ست ثواني يصفر كفاية أهو بصوا بقى على الساعة من فضلكو 29 و 45 خليكم مع الساعة برحم يصفر الفايدة والأهل كان معاك كرة كان ممكن يجيب جون في الثواني دول زم زمالك جون في الثواني اللي بقوا 7-8 ثواني عشان انتد الوقت طبعا انت بتلعب أربعة خلاص خلصت هتعمل ايه بقت واحده تلاتين وكل مطشط الآلي في الثواني الأخيرة شوف صفر بص الوقت عامل فوق لسه اهي بيعمل الساعة تدق قدامك 56-57 بقى انه من الدقيقة 52 الحكم صفر يعني جون جيه في دقيقة 52 أو 50 والحكم صفر بمدناش فرصة حتى نلعب الكور كلام غير معقول وغير مقبول في الرياضة وإحنا لما بيجيب حاجة عدها يا ابني تاني عشان الناس تاخد بالها الجون جيه في الثانية كام والحكم صفر في الثانية كام فاضل 15 ثانية والأهل مطرد منه اتنين لعيبة إذا مالك تنقل الكورة طبعا بعتها للوينج بقى تقال دقيقة كام اهي 47-48-49-50-51-52-50-50 هل فيه كلام تاني يتقال عشان تعرفوا بس الدنيا ماشي ازاي وتعذروا في رئيتكو حب طيب احنا هنا بس بنتكلم في وقاعة جماعة دامغة جدا باعتراف أصحابها اللي نقدر نقوله في الجزية دي فيما يخص حق أي اتحاد بشكل استثنائي في التدخل في الشؤون الفنية في انتقالات اللعيب هي مقولة باطل يراد بها باطل لانه حتى الاعتداد بانه الدكتور حسن مصطفة وهو رئيس للاتحاد كان بيعمل كده قرارات فوقية بس كانت قرارات شفافة وواضحة يعني مثلا يجي يقولك اللعب اللي فوق التلاتين لو مش دولي اعتزد ما فيش فريق حيسجل في قيمته لعب فوق التلاتين سنة إلا إذا كان مختار في المنتخب هدفه ينشط يعمل نوع من الحيوية في الفرق ويدي فرص للصعادين وعمل جنبها خرار العماليق بس القصاد دي هو ما بيطبقش ده على نادي دون نادي يعني ما فيش الاهلي مسموح له والزمالك ممنوع له لا الكل مدام مش لعيب دولي كفاية يدي فرصة لغيره هنا القرار على الجميع لكن أرجوكم أرجوكم وأرجو اللجنة الأولمبية إذا كان يعني الاتحاد اليد سواء اللي موجودين فيه أو اللي حييجوا أو اللي مشوا أو أي حد بيدير الاتحاد اليد فكرة أنه يكون لك الحق في أنه تتدخل في انتقالات اللعيبة علشان مصلحة المنتخب ده كلام تهريك شديد جدا وما يصحش يقول لأنه مصلحة المنتخب دي وجهت نظرك ووجهة النظر الفنية مختلفة لأنك لو جبت اتنين مدربين وقلت لهم حطولي تشكيل أستاذ أبراهيم ده حط معيار حطت معيار قالك لو في اتنين لعيبة لازم التالي يبقى ناشئ المعيار ده كان يمنع أن تقل قدح لزمالك لأن كان الاتنين لعيبة موجودين والناشئ موجود هو أصلا أنت اختيارات المنتخب دي اختيارات متغيرة وفقا للمدير الفني يعني مش هتيجي تقول لي دلوقتي للكارلوس كيروش في الكورة خلاص عنده تلات حراس مرمى هم سبتين غيرهم ما يجيش أو ما ينتقلش حارس للزمالك عشان الزمالك عنده جون دولي أو الأهل عنده جون دولي طب ما هو المدرب يقدر في أي وقت مدرب المنتخب لسبب فني استبعد اللاعب وده مش من حقه أنت كحقك كاتحاد أنت إزاي بتفصل المسألة كلها وفقا لوجهة نظرك أنت الفنية حتى لو كان حتى لو كان أنت شايف أن المركز ده دلوقتي فيه أكتر من لعب بس دي أمور فنية متغيرة ودائما رايحة في سكة واحدة مصلحتك بتخدم نديك طيب مهلا لما مصلحتك تخدم نديك يقوم جاي واحد مسؤول من النادي الأهلي يمسك الاتحاد فمصلحته تخدم نديك يبقى كده بقينا بنهرك لدي لا رياضة ولا تنفس ولا تكافؤ فرص الأصل في المسألة عشان أنتوا بتختارعوا العجلة الأصل في الانتقالات حط قواعد إدارية حط أمور حط كل نادي له الحق في ضم عدد معين من اللعبة افرط قرارات على الجميع لكن تقول لي ما ينفعش يروح للأهلي عشان في البوزيشن ده الأهلي عنده وفرة فاللعب اللي يروح مش هيلعب انت مالك يلعب أو ملعبش ده مسؤولية النادي ومسؤولية جهازه الفني انت مسؤوليتك كمنتخب بقى تنتقل أفضل من كل دول تاخدهم النادي واحد تاخدهم كلهم زمالك اللي انت عايزه ده اختيارات فنية مطلقة للجهاز الفني للمنتخب لكن ازاي تفرض هذه القيود على عملية الانتقالات من الأساس دي مسألة شديدة الفوضى الحقيقة أرجو الاتحاد يتخلص من ده وإذا كان ينفع الوزيري تدخل أو اللجنة اللي للمبية تدخل لأن حماية حق الاندية في تكافر فرص ده حق طبيعي جدا ما ينفعش تتساب الأمور لمسؤولي الاتحادات بالشكل ده